موسيقى 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 فهنا من بعد مدى 4 دقائق بالضبط كناخدو الخميرة يصافي ارتفالات كناخدو ملعقة كنحاولو ندير واحد الحفيرة الوسط بحالة غدينعشنو الخبز دينا لعادي وكننخويو ديك الخميرة نحاولو اننا نخويو الكيمية كاملة غدينضيف شوية المتسمى باش يسمح ان الخميرة تتحيد بكل سهولة مباشرة غدينضيف نصف كيمية نتع السكر اللي بقعت ما يقعدين نصف ملعقة صغيرة وكيف مشتور ان يضفت ملعقة صغيرة الخميرة في اول الفيديو بالنسبة هنا انا نسمت بشوية دي الاعشاب مونسي ما بإمكانكم تستعملون الزعتر فقط الزعتر هو المكون الاساسي اللي كان نسمو بها الخبزات مع الزيت البلدية استعمل ثلاثة الماء الكبار الزيت البلدية ومباشرة غدين بدانضيف الماء بالتدريج هنا كنستعملون المدافع فكيف مشتو معناش قطرة المقادير فبإمكانكم انكم تنسمو كيف ما قد لكم الزعتر فقط انا استعملت هنا شوية الزعتر مع شوية الزعتر وشوية الزعزير حسب المتوفر عندكم في المنزل فالزعتر كافي كنحاول انا نجمع لجينة فكتجينة بحل لجينة العادية دي الخبز عينيها دارها خبز لجينة تكون مرخوفة واحد شوية وتكون يعني مجموعة ما تكونش تلصق في الدين وفي نفس الوقت ما تكونش قاسحة بزاف من اللون عجنوها يعني القوام دياله هدك تكون بين وبين حيث فاش غالي ندلقوها ما غاليش نضيفوا لها الماء ومشي بحل لجينة العادية فكن حاول انا ننضيف الماء وبالتدريج وانا كنجمع فتحين كيف ما قد لكم لجينة اخصتكون بين وبين بالنسبة للسيدات اللي عندهم العجنة بامكانكم تقوم بهد الاملية في العجنة فعلى حسب المتوفر عندكم السيدة كيما بالنسبة للسيدات اللي بغاوا يديروا الفينو بامكانكم انكم تحيدوا واحد المية وخمسين جرام ديالتقيق وتعودوها بفينو كيما بامكانكم ان نديروا الكمية فورس وكمية ديالتقيق او لطحين الكامل فعلى حسب اللي بغا تكون سيدة كيف ما كتشفوهنا بعد ما زاد للكمية المطلوبة ديال الماء فالقوام ديالها ما كيكونش كيف ما شو قاسح وما كتكونش مرخوفة كتلصق في للدين كنحاول اناني نجمع الصحن مزيان ونحييت قاعدوك الزوائد اللي لاسقين فيه فهذا هو القوام تاليجينو كيف ما كتشوفوك تكون بين وبين شد رأسها ومباشرا بعد ما نضفت السطح العمل ضروري بوحد نقيتها تنتعى نخلو بوحد الزويف اللي نقي كنحاول اناني ندلكها وحد الشرط دقيق ضروري ما تدلك باش يجينا الخبزيننا مدلكم زيان ويجينا رطب فكنا اخدو هنا كمية تقريبا تلاصد مع الكبار نتعى الجبن الأحمر بإمكانكم تستعملوا اي نوع الجبن عندكم كما بإمكانكم تعوضوه متلاتات او مربعات الجبن بإمكانكم تعوضوه بموزاري لا كما بإمكانكم بموزاري لا كما بإمكانكم بإمكانكم تعوضوه بموزاري كبيرة نتعى الزبدة الخاصة بالأكل للي الأصل لها حيواني ماشي الزبدة نتعى الطاصة فكان صامر بالتلق حتى يدخل ذلك الفرماج مزيان في العجينة وحتى تدلقنا العجينة حاولوا أنكم لا تقطعوش العجينة في الدلق بها الطريقة فقط أنكم تدي و تجيبوا العجينة فهكا تلك الخيوط لا تقطعوش وكلما تعجنات العجينة غير بها الطريقة فكي يجينا القعوام و الملمس وحتى القعوام و الخبز بعد ما يطب يجينا أحسن فهنا تقريبا بعد ما درس 10 دقائق تلكتهم زيان كيفما تشوفوا العجينة يكون فيها واحدة لونزوين بزاة و تنمي المس ديالها كي يكون في حل قطن فنصل الوقت مدلوكها مزيان و ما تتلصقناش في اليدين لذلك ما غاديش ندهن الطاصة ولا تحتاجها وناخد واحدة طاصة اللي بتكون نقية ومسوحها مزيان ما فيهاش نقطة دلمة وتكون محكا مدلغة ونضعها في مكان دافي في الكوزينة أنا نخليها الناس في البلاصة فين خدمتها ونغطيها ب واحدة زوية في نقية ونخليها تقريبا 40 دقيقة حتى تخمر مزيان ويضعف الحجم ديالها هنا تقريبا بعد مدى 40 دقيقة فانتوما على حسب درجة الحرارة للغرفة ديالكم فالعجين اتقدرت اخذكم من 30 حتى 45 دقيقة باش تخمر كيف ما كنتشوفو خمرات وضعف الحجم ديالها كناخد واحد طبصي اللي كنكون وضعنا فيها القليل من دقيق كيف ما كنتشوفو كنحاولو انا نرشو سطح العمل ونقومو بعملية اخراج الهواء نخرج الهواء اللي كيكون نجمو عندنا في العجين باش هاك كاملين يجيوا نسرحوا اللي جينا ونشكلوها ما يبقوش يتشكلونا الفقاعات في الخبيزات فهذا الشكل كيكون كافي وكنحاول انا نعطي واحد الشكل اللي هو مستطيل مربع للعجين باش يسهل علينا العملية ديال تقطع بما اننا غادي نعطوها الشكل ديال مربعات للخبيزات بإمكانكم انكم تعطيوها الشكل يعني دائري انا حبيت فقط اناني نغير شوية على الشكل العادي او الشكل المعتدن فكنحاول اناني نطلقها بمساعدة انتع الدقيق حاولوا عبنات ما تكتروج الدقيق وبمساعدة لمدلك وحاول انكم ما تبقوش تديو تجيبو المدلك باش يجيكم يعني واحد سطح مقعد يجيكم محسم كمقعد في العجينة كاملة في الخبيزات كاملة ما يجي جيها غليضة او جيها رقيقة كنستمر بنفس الطريقة كنحاول اناني نطلق بالمساعدة ديال الدقيق فضروري ما نتعكدو انا العجين ما مستقاش معنا في سطح العمل مع رشل قليل من الدقيق فهذا غادي ساعدنا مبعد فاش كان نبدو نشكلو في المربعات او لا في الخبيزات ديالنا كي يجي نشكل ديالهم مقعد ما كيبقوش يجيبونا وكلقوهم لاسقين في سطح العمل فضروري ما نتأكدو من هاد القضية فكيف ما كنتشوفوا هادا وصم كنتع العجين ما بين وبين ما رخيقاش بزافه في نفس الوقت ما غليضاش وصرحت العجين مزيان كيف ما كنتشوفوا الحجم ديالها كبير مقارنة مع سطح العمل مباشرة قدي ناخد واحدة سكين بإمكانكم تاخدوا الجرارة الخاصة بالبيتزا وكنحاول فقط اناني الرشم العبار اللي بغيت نتعى الخبيزات بإمكانكم انكم يانيت تقطعوه من الضربة الأولى ولكن انا نحاول ان نقوم بهاد العملية باش نتأكد ان هذا هو الحجم اللي بغيت نتعى الخبيزات فكنقوموا بهاد العملية المرة الأولى وكنحاول اناني نحيد ودك الزوائد باش نعطيه نعجين واحد شكل مستطيل باش يسهل علينا العملية من يجون نقطعوه الخبيزات يجين اشكل ديالهم قاد ويجون متساويين هنا كنوالي ناخد سكين وكنقطع نيشان وبعد المرش منها نقطع بطريقة عادية وكنت تبعدوك الخطوط اللي رسمت في المرحلة الأولى لذلك لقد لكم هذه العملية ضرورية واجيجين الشكلية لهم قدين فالعملية جيد سهلة كنطلبش مننا شي شي مجهود كنحاول ان نحيد ودك الزوائد اللي ما كرميش كنوالي عبتاني نجمعهم ونوالي نتلقهم بنفس طريقة ونقطعهم حتى هما فما كيوقع لهم متاشي حاجة هنا هذا هو العبار اللي بغيت بإمكانكم تديرهم أكبر بإمكانكم تديرهم أصغر فكيبقى على حسب رغبة نتعكول السيدة فالعملية جيد سهلة وهذه الخبيزات كيجي ولدات بزاف وكيجي ورطب ونزينوا بهم المائدة الرمضانية كنوع من الاختلاف بإمكانكم أنكم تنكهوهم على حسب الرغبة كيفما كتشوفوا هذا هو الحجم ديالهم ما كيجيو شكبار وما يجيو صغار والعرض ديالهم كيفما كلكم السمك انتاع العاجين خصوه يكون موين وما شرقها يقبزة باش ميجيو نشي يبسين وما تكون شغليدة باش ميجيو نش منفوخين مباشرة غدي نستفهم في واحد اللاطة ديال الفرايل اللي يسبقوا بسهب ورقة طهي ونغطيهم من خليهم يخمروه تقريبا نص ساعة حتي يضعف الحجم ديالهم في واحد المكان اللي يدافئ ونرجعه باش نكمله وتأتيمة الفيديو فهنا مباشرا بعد مما خمروه اللي كنوضع فيها معلقة كبيرة انتع الزعتر يكون منقيم زيان وحكينو بين يدينا يعني انفرتينو كنضيف له ربعاد المعارة الكبار انتع الزيت البلدية وكيفما كتشوفوا الفطائر خمروه تبارك الله وضعف الحجم ديالهم خضاوقتهم في الخميرة خمروه تقريبا 35 دقيقة اللي خضاوقتهم معايا باش ضعف الحجم ديالهم في واحد المكان اللي يدافي انا شعط الفرران وطفيتو وخليتو حتى الدفا ودخلتهم باش خمروه فاكن حاول اني ندهنهم كامل يندهنهم زيان ندهن الجواني بولوجه ومباشرا غدي ندخلهم من واحد الفرران اللي يكونوا مسخنينو من قبل كان طيبهم الطيب العالي اللي كان طيبه الفطائر تقريبا انا هندي الفرران كهربائي طيبتهم على درجة حرارة 140 درجة كانت كافية تقريبا المدة انتع 15 دقيقة بعد ما تنفخوه مزيان وبدو كيتحمروه خرجوهم وطفيتو لهم على وجه ديالهم القليل من جبل المدذاري اللي وبدو دخلتهم حتى تحمروه مزيان وصح ذاك الفرماج وخرجوهم فانتو ما بإمكانكم تصغنوه على هاد المرحلة كما بإمكانكم تزينوه على حاسب الرغبة انا غادي ندخلهم ورجعو ونشوفوه الشكل النهائي فهذا وشكل النهائي انتع الخبيزات كيف ما كتشوفوه يجيو محمرين ورطب وكيجيو غاية وكيجيو غاية ينزينو بها المائدة الرمضانية ديالنا علاش الله فكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد الوصفه حيث كالصحق الجريبه ويلعجبكم الفيديو ديال اليوم ووصفتنا اليوم ما تنسو جدعموني بجيم وبغطاج وتعبوني وفلاشيني الا كنتو اول مرة تزوروها استودعوكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة